الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه أما بعد أيها الإخوة الكرام ونحن نقترب من الدراسة ونستعد لهذه المرحلة الجديدة الفارقة في حياة أبنائنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبهم وأن يوفقنا وإياهم لما فيه الخير والرشاد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على نهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهج القرآن الكريم الذي أنزل الله تعالى فيه أول آية فلم تكن اعلموا أيها الخلق أني إله واحد يعني الله سبحانه وتعالى لم يحدثنا عن الشهادتين إنما قال في أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ هذا أمر وهذا الأمر موجه من الله سبحانه وتعالى يفيد الوجوب من هنا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني بمنهج ربك الذي خلق وربنا سبحانه وتعالى لفت النظر في هذه الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى علم لم يكن معروفا في ذلك الوقت وهو علم الأجنة خلق الإنسان من علق وأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد الأمر فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فجاء لنا بوسيلتي التعليم القراءة والقلم وهو رمز الكتابة ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم فأرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء يقولون إن القرآن الكريم أمرنا بالقراءة لكنه لم يحدد لنا ماذا نقرأ يعني قال اقرأ اقرأ فعل أمر والفاعل ضمير مستثر فيه تقديره أنت لكن أين المفعول به اقرأ كتابا اقرأ القرآن اقرأ العلم اقرأ ماذا لم يأتي بالمفعول به حذف المفعول به هنا في هذه الآيات الشريفة إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نقرأ في كل شيء يعني اقرأ في كل العلوم أيها المسلم تعلم وخذ نصيبا من كل علم يمكنك أن تتعلمه اقرأ في كل شيء لكنه وضع لنا المنهج الذي نقرأ به وهو قوله سبحانه وتعالى باسم ربك يعني بمنهج ربك والمنهج الذي وضعاه الله تعالى لنا هو العلم النافع اقرأ العلم النافع واترك العلم الذي لا ينفع ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الشريف اللهم إني أسألك علما نافعة ورزقا واسعة وشفاءا من كل ذلك وكان يتعوذ بالله من علم لا ينفع العلم الذي يضر العلم الذي يؤدي بالإنسان إلى الخروج عن الوسطية يؤدي به إلى الإلحاد علم لا ينفع يؤدي به إلى التكفير علم لا ينفع يؤدي به إلى إضرار البشرية علم لا ينفع فابحث عن العلم النافع من المهم في طلب العلم أصيك بني الشريف بأمرين الأمر الأول أن تحترم معلمك وأن تتواضع له لأن المعلم لن يعطيك ما عنده من علم إلا إذا وجد منك حسن خلق معه وإلا إذا وجد منك تواضعا معه لكن التعلم أو طلب العلم على يد معلم أو مدرس دون احترامه لن تحقق منه فائدة التعامل مع الأستاذ أو التعامل مع المعلم دون التواضع له لن تحقق منه فائدة مرجوة وبالتالي تواضع له وهذه وصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضه لما قال للمعلمين تواضعوا لمن تعلمون لا تتكبر على طلابك وليتواضع لكم من تعلمون اجعل التواضع متبادل الأستاذ يتواضع للطالب والطالب يتواضع للأستاذ وحسن الخلق رابط بينهما لأن العلم رحم بين أهله يعني هو وسيلة للصلة يعني اعتبر هذا الولد ابنك اعتبر هذا المدرس أباك اعتبر أصحابك وزملائك من الطلاب إنما هم بمثابة الإخوان بالنسبة لك فاعتبرهم إخوانك وأخواتك وبالتالي عليك أن تحترم معلمك وأن تحترم زملائك الطلاب وأن تخلص النية لله رب العالمين الوصية الثانية التي أصيك بها بني العزيز أن تتقي الله سبحانه وتعالى لأن كثرة المعاصي تميت القلب ولأن المعاصي تبعدك عن التحصيل الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم إذا اتقيت الله تعالى علمك الله إذا اتقيت الله تعالى يسر لك الحفظ إذا اتقيت الله تعالى سهل لك الفهم إذا اتقيت الله تعالى يسر الله تعالى لك طرق النجاح ابتعد عن أصحاب السوء لأنهم يعصون ويحملونك على المعصية ابتعد عن مشاهدة ما لا يحل على مواقع التواصل ابتعد عن إضاعة الوقت ابتعد عن قول ما لا يحل احترم دائما معلمك عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى احرص على أداء صلواتك في وقتها وكن قدوة لزملائك ونبراسا لهم واحرص على فعل ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال ذلك سيدنا الإمام الشفعي كان يطبق هذا حتى شق عليه الحفظ في يوم من الأيام قيل لأنه في الطريق نظر إلى كعب امرأة وقيل لأنه ترك ورده من العبادة حتى ذهب إلى شيخه وأستاذه ومعلمه يقول بعدما نصحه هذه الأبيات شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي أسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحبة الصالحة ودقة الفه وقوة الحفظ والنجاح والفلاح والبركة في العمر إنه سميع قريب مجيب الدعاء السلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة